خطة عودة تدريجية أعدتها وزارة التربية والتعليم استعداداً لاستقبال الطلبة داخل صفوفهم المدرسية جرى تطبيقها منذ اليوم الأول لعودة التعليم الوجاهي إذ أعلنت الوزارة عن تطبيق مضامين خطة العودة بحذافيرها مع التجديد الدائم على ضرورة تقييد بيلبروتوكول الصحي المعتمد للحفاظ على سلامة الطلبة وكوادر المنظومة التعليمية نتابع بجهود حثيثة من فرق من وزارة التربية والتعليم من وزارة الصحة هناك فرق من المديرية نفسها عندنا هون تنطلق يومياً ابتداء مني والمدر الفني والإداري ورؤساء الأقسام جميعاً حتى أعضاء الأقسام ينطلقوا إلى المدارس لمتابعة كافة القضايا سواء تربوية تعليمية بناء وتطبيق الاشتراطات الصحية نعبئ تقرير يومي من قبل مسؤول الصحة المدرسية ومن قبل أيضاً مدير المدرسة فيما يخص الالتزام الأهالي ملتزمون بما نصدر لهم من تعليمات وكذلك طلبتنا كما تشاهدون الجميع ملتزم بالكممات وكذلك الهيئة الإدارية والتدريسية ملتزمين بكل ما هو مطلوب منا والدليل على ذلك أنه نحن لم يثبت عندنا حتى الآن أي إصابة الوزارة استحدثت غرفة عمليات خاصة للتعامل مع الملاحظات كافة والشكاوى التي تريد من فرق التفتيش التابعة لها أو من قبل أولياء أمور الطلبة ومسؤولي الصحة المدرسية إذ تعتمد الوزارة على مبدأ التقييم اليومي لمعرفة مدى تطبيق المدارس للبرتوكول الصحي وكيفية التعامل مع حالات الإصابة المكتشفة داخل أربقة المؤسسات التعليمية أنا عندي ثلاث بنات فعليا عرفت لي بلشت واحد منهم بالتعليم الصفوة الابددائية الأولى والتواصل صار تفاعله أحسن اهتمامه أحسن نشاطه صار أفضل عرفت لي العداد محدودة ضمن الطلاب عرفت لي بما أنه متبعين تعليمات السلامة والالتزام والتباعد والهايجين والتوقع الأمور ممكن تمشي عادي أتمنى أنه يكون فيه التزام في الموضوع لأنه الطالب اللي بروح على المدرسة أو بروح طول مماخد هي الاحتياطات اللازمة بسواء من نفس المدرسة أو من نفس بيته زي ما تعلم أتوقع لا أنه بكون إن شاء الله أنه إشي كويس بتمنى يكون إنه إشي كويس لأنه إذا ما صار هذا الإشي يعني هتكبر الأمور هاي لأنه ممكن الطالب يأخذ العدوى عن طريق طالب والطالب هذا يأذي كذا طالب ويعدي أهل بيته كمان عودة تعليم الوجاهي من جديد في ظل ما يشهده الوضع الوبائي من تزايد في أعداد الإصابات خلال الأوين الأخيرة دفع الوزارة إلى تجديد الرقابة على المدارس وتوعية الأهالي والطلبة بأهمية التقييد بإجراءات السلامة العامة حماية لهم من الوباء وخطره بعد مضي نحو أسبوع على عودة الطلبة للتعليم الوجاهي من جديد تتابع وزارة التربية والتعليم عن كثب ألية تطبيق البروتوكول الصحي المعتمد داخل البيئة المدرسية للوقوف على مدى نجاعتها ورصد الوضع الوبائي والذي من شأنه تحديد استمرارية التعليم الوجاهي من عدمه عن الدرشادات المملكة عمان